موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها من صحيفة واشنطن بوست الامريكية التي نشرت مقالا كتبته منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس بعنوان من يهتم بما يجري في سوريا تساءلت فيه الكاتبة عما يهتم بما يحدث في سوريا التي تعصف بها الحرب الاهلية منذ اكثر من اربع سنوات واشرت كاتبة المقال الى ان الكويت شهدت الشهر الماضي مؤتمرا لتقديم التبرعات والمساعدات الى السوريين المحتاجين واثنت على دور بعض الوكالات الانسانية المتمثل بالاستمرار في تقديم الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية للمشردين من الشعب السوري وعربت اموس عن استهجانها لبقاء المجتمع الدولي متفرجا على الازمة السورية المتفاقمة التي تترك عواقب وخيمة على الانسان واشرت الى مقتل اكثر من مائتين وعشرين الف شخص والى تشرد اكثر من ثمانية ملايين من السوريين ودعت الكاتبة المجتمع الدولي للعمل على فرض حضر جوي وانشاء منطقة عازلة بسوريا وذلك لتمكين المنظمات الدولية من تقديم الاغذة للمدنيين والى نزع فتيل العنف في سوريا والاستفادة من خبرة الامم المتحدة للتوصل الى اتفاق بشأن انتقال سياسي ينهي الصراع الذي يعصف بالبلد ويهدد بالانتشار وفي مقال رأيي في صحيفة اندبندنت اونسان داي تحت عنوان عدو عدوي يجب ان يكون صديقي عرض الصحفي باتريك كوكبيرن رؤيته للطريقة الوحيدة المتاحة لوقف المجموعات المتشددة التي تنتهج فكرة انظيم القاعدة وقال كوكبيرن انه بالنظر الى خريطة اليوم نجد ان الدول المسلمات تتحلل او تضعف بدءا من باكستان وصولا الى نيجيريا واشار الى ان المستفدين من ذلك الوضع هم تنظيم القاعدة والجماعات التي استمدت افكارها منه ويرى الصحفي ان هذه التنظيمات المتشددة لا يتم استهدافها بشكل فعال على الرغم من ان اعداءها كثر ويرجع الفشل الى مقولة راجت قبل اشهر قليلة بين الساسة والدبلوماسيين الغربيين مفادها ان عدو عدوي عدو من يعادين ليس بالضرورة صديقي وذلك في معرض شرح سياستهم بشأن سوريا والعراق وقال كوكبيرن ان قلة قليلة من من ذل لسانهم بهذه المقولة قد امعن النظر فيها او قدروا انه اذا كانت هذه فعلا سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهم فلا سبيل لهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة او تنظيم القاعدة وضرب الصحفي مثلا بطريقة التعامل مع الازمة الحالية في اليمن ويرى ان المستفيد الرئيسي من الغرات السعودية في اليمن هو تنظيم القاعدة في جبه الجزيرة العربية في شبه الجزيرة العربية اذ تعطيه الغرات فرصة للتمدد صحفة مليات التركية نشرت تحت عنوان تحضير استخباراتي من عمليات ارهابية سورية في تركيا حيث حذر تقرير من جهاز الاستخبارات التركية الى وزارة الداخلية ان السورية قامت خلال الفترة الماضية بتدريب السوجناء في مدينتي اللاذقية وطرطوس استعدادا لارسالهم الى 12 مدينة في تركيا بضمنها اسطنبول وبرسين واضنة وغاز عينتاب ومدن اخرى عبر بوابات باب الهوى وباب السلامة بالاضافة الى استخدام مطار بيروت بغية القيام باعمال ارهابية فيها خلال الفترة التي ستسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة في تركيا في السابع من حزيران المقبل واشار التقرير الاستخباراتي الى تزايد ملحوظ في عدد دخول الاشخاص السوريين الى تركيا بجوازات سفر رسمية في السياق دعت وزارة الداخلية التركية الولاة الى تشديد التدابير الامنية والاحتياط اللازم في هذا الشأن كل داخل ولايته مركز سيتا للدراسات السياسية والاقتصادية نشر مقالا لبرهان الدين طوران بعنوان تجاوز التعصب الطائفي في المنطقة حيث يرى الكاتب بان احداث الربيع العربي شكلت مصدر طموحات لشعوب المنطقة من اجل احداث تغيير جذري على شكل الشرق الاوسط لكن مع تحول الاحداث في ليبيا وسوريا واليمن الى حرب اهلية حال ذلك دون اسقاط الانظمة القائمة ودون تشكيل نظام جديد محولة بذلك الربيع العربي الى خريف ويرى الكاتب انه خلال هذه الفترة الانتقالية اصبحت المنطقة باسرها تحت تأثير حروب الوكالة التي تديرها القوى صاحبة النفوذ وكانت اكبر دمار سببته حروب الوكالة في المنطقة هي خروج منظمات دينية متشددة ويشير الكاتب الى ان اكبر المستفيدين من حروب الوكالة هي اسرائيل وكانوا يريدون اقحام تركيا ايضا في هذه الحرب لكن تركيا وقفت في وجه تلك المحاولات ويرى الكاتب ان حزب العدالة والتنمية حافظ على التوازن بين الديمقراطية والعلمانية واصوله الاسلامية وكان يسعى لتحقيق تعاون الاقتصادي تكاملي مع دول المنطقة من اجل مستقبل مشرق لها لكن استخدام القوى العظمى للقوى الخشنة تسبب في تضييق الخيارات امام السياسة الخارجية التركية لكن مع ذلك اصر التركيا على عدم تفضيلها استخدام القوى العسكرية الا بصورة محدودة جدا في نفس الوقت تمسكت تركيا بمبدأ الوقوف الى جانب شعوب الربيع العربي فيما كانت المشاكل الحقيقية التي تواجهها السياسة الخارجية التركية تتمثل بالسياسة الخاصة مع كل من ايران والسعودية تقارب رئيس الجمهورية اردوغان مع المملكة العربية السعودية وانتقاده لمحاولة ايران بسط نفوذها وزيادة هيمنتها في المنطقة قد تجعل البعض يصرف ذلك من ضمام تركيا لمعسكر السنة لكن في الحقيقة ان هذا التقارب هو انعكاس لجهود تبذلها تركيا من اجل جلوس القوى الاقيمية على طاولة الحوار فمن خلال ذلك من الممكن ان تقوم السعودية باستخدام نفوذها من اجل تغيير حجم التدخل الاماراتي والمصري في ليبيا ومن خلال ذلك ايضا من الممكن ان نحدها من حجم الصراع السعودي الايراني في اليمن خطاب اردوغان المتعالي عن الخطاب المذهبي والطائفي خلال زيارته لايران هو جزء من جهود تركيا لتقديم مبدأ الحوار والتفاوض بين القوى الاقليمية من اجل انهاء حالة الفوضى التي تعم المنطقة يقول اردوغان قد تنتمون لمذهب ما لكن ان تصبح المذاهب الاخرى بالنسبة لكم عدوا فهذا سيجعلكم تمزقون الامة فالعالم الاسلامي اليوم امام خطر التمزق مجددا صحيفة الشرق الاوسط نشرت مقالة لفايس سارة تحت عنوان سوريا وتحولات المشهد الاقليمي اشار فيه الى انه وسط الحراكين السياسي والعسكري الجاريين في المنطقة وحولها لا يمكن تجاهل مساعي عدد من دول المنطقة للضغط على المجتمع الدولي من اجل معالجة تداعيات القضية السورية لسيما في امرين مهمين موضحا ان اولهما موضوع اللاجئين السوريين في دول الجوار وقد قارب عددهم الخمسة ملايين نسمة وموضوع اغاثة المهجرين واللاجئين وقد بات مثل سابقه يثقل ظهر دول الجوار ولفت الكاتب الى ان وقائع مساري استمرار الصراع في سوريا والحل العسكري الصعب تفتح الباب على المسار الثالث في معالجة القضية السورية وهو مسار الحل السياسي انطلاقا من انه يوفر دماء السوريين وتهجيرهم ودمار ما تبقى من قدراتهم وبلدهم ويوفر الحراك السياسي الجاري فرصا افضل من اجل السير به معتبرا ان التطورات العسكرية الاخيرة في شمال وجنوب سوريا يمكن ان تخدم هذا المسار لانها توجه درسا واضحا للنظام وتحالفاته خلاصته انه يمكن تغيير خريطة التوازنات العسكرية على الارض مما يدفعه للتفكير بالسير نحو حل سياسي رغم ما يبدو على النظام من خروجه عن قواعد التفكير والتدبير المنطقيين وخلوص الكاتب في مقاله لان ما يحصل في المشهد الاقليمي يترك تأثيرات ملموسة في واقع القضية السورية ويعزز سبل حلها مبينا انه يرجح مسار الحل السياسي الذي وان عارضه النظام وحلفاؤه الان فانهم لن يستطيعوا الاستمرار في معارضته اذا استمرت التحركات الرهنة وعززت التوجه نحو وضع حد لما يحصل في سوريا موسيقى في صحيفة العرب الصادرة من لندن كتب ماجد كيالي مقاله تحت عنوان مخيم اليرموك يكشف اضطراب القيادة الفلسطينية اشار فيه الى انه بعد هجمة داعش والنصر على مخيم اليرموك ظهر موقف القيادة الفلسطينية غاية في الانكشاف مبينا ان سكوت القيادة الفلسطينية عن حصار مخيم اليرموك لاكثر من عامين وعن جرائم النظام المتمثل بالقصف والقنص والتدمير وسياسة الاعتقال والموت تحت التعظيم شمل تبني رواية النظام بشأن وجود جماعات تكفيرية وارهابية في المخيم الامر الذي فندته وقائع الايام الاخيرة لاسيما بهجوم جماعات داعش والنصر على المخيم ولفت الكاتب الى ان منظمة التحرير الفلسطينية وبدلا من ان تعتذر من اهل المخيم ومن الفلسطينيين السوريين عموما على موقفها سالف الذكر اذ ببعض المحسوبين عليها يطالبون بتحرير المخيم معلنين انحيازهم السافر الى جانب النظام بدلا مطالبته بوقف القصف الاعمى وفتح ممر امن للمدنيين والافراج عن المعتقلين الابرياء مبرزا تصريحات احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي نمت عن خفة وسذاجة بالغتين اذ انه دعا للتعاون بين السلطة الفلسطينية والنظام السوري لاجاد حل امني للمشكلة في مخيم اليارموك متناسيا ان حصار المخيم بدأ قبل ظهور النصرة ودعش وشدد الكاتب على ان المطلوب من القيادة الفلسطينية التي اصدرت بيانا عبرت فيه بطريقة غير مباشرة عن رفضها لتصريحات مجدلاني التي تتنكر لعذابات الفلسطينيين السوريين ومعاناتهم ليس التنصل فقط وانما المطلوب ايضا تجريده من مناصبه ومحاسبته على ما صادر عنه من مواقف خرقاء نقرأ في صحيفة المستقبل اللبنانية مقالا لثورية شاهين تحت عنوان انطلاق الحل السوري ما زال يفتقر الى الدينامية رأت فيه ان مهمة الموفد الدولي للحل في سوريا ستفان ديمستورا باتت في خطر حقيقي بسبب افتقار الوضع السوري الى الدينامية اللازمة التي تمكن من انطلاق بحل سياسي واعتبرت الكاتب انه في المدى المنظور بات الاتفاق على الحل في سوريا صعبا مع الاشارة الى انه من المبكر لاوانه الحديث عن موعد قريب محدد لتقديم ديمستورا استقالته لان ذلك مرتبط بمصير المبادرة الجديدة التي سيطرحها مشيرة الى انه في هذا الجو الاقليمي المتشنج باتت اي خطة لسوريا خاضعة لتعقيدات اكبر ورفتت الكاتبة الى ان فشل مؤتمر موسكو اثنان يرتب على ديمستورا دورا اكبر من اجل تواصل اللقاءات بين المعارضة والنظام في مكان اخر غير موسكو او ان تعاود الاجتماعات في جينيفثن موضحة ان النظام يعتبر انه قادر على حسم الوضع عسكريا والمعارضة اضعف من ان تقبل بحل واي امر ستقبل به يعني استسلاما من جانبها لذا يفترض ان تتوازى قوة الطرفين لكي يقبل بالحل وخلصت الكاتبة الان الوضع السوري في المدى المنظور سيستمر صعبا على الحل حيث لا ارادة دولية حيال ذلك مشددة على ان الحل يحتاج الى خلق دينامية سياسية من الدول والى مقاومات واضحة كتبت صحيفة الشرق السعودية بعنوان الارهاب وايران عدوال منطقة لنتخيل ان من يحكم ايران اليوم قيادة تؤمن بحقوق الانسان وحقه في حياة حرة وكريمة وتحترم الانظمة والقوانين الدولية ولا تريد بناء قوة عسكرية نووية وقيادة لا تسعى للسيطرة على الشعوب واراضيها ولا تريد ان تفرض رؤيتها للحياة على الاخرين كما انها لا تتدخل في اي من دول الجوار البعيد او القريب وتابعت ولنتخيل ان لا وجود للميليشيات التي تقتل في العراق وسوريا واليمن ولا وجود للمخالب في سوريا ولبنان التي تنهش مجتمعات البلدين وتريد السيطرة عليهما واستطردت ولنتخيل ان لا وجود لتنظيم داعش وتوابعه وكيف سيكون حال اهل الانبار والينوى في العراق او كيف سيكون الحال في الرقة السورية وبقية المدن التي دمرها الاسد وحرسه الثوري وهجر شعبها واشارت الصحيفة الى ان المراقب للوضع في المنطقة لا بد انه يدرك ان الارهاب وايران هما عدوى المنطقة وشعوبها وهما من احالا المنطقة الى بؤر للحروب الداخلية بين مواطنيها باشراف وتمويل ودعم ايراني مباشر مضيحة ان تصريحات قادة طهران وزعماء الميليشيات وتنظيمات الارهابية تؤكد يوميا هذه الحقيقة موقع سراج بريس نشر لغداف راجح بعنوان بعد فتوى حسون الاسد يدمر حلب المحررة حيث يقول فيه الكاتب لليوم الثاني على التوالي يواصل طيران الاسد تدمير احياء مدينة حلب المحررة ناشطون في المدينة اكدوا استشادة واصابة العشرات اغلبهم اطفال صباح يوم امس في قصف جوي الذي شن من قبل مقاتلات النظام الحربية على حيي الانصاري والمعادي والمشهد في حلب مشيرا الى ان القصف ادى الى استشادة عشرة ما بين اطفال ومدارسات في حي المشهد وجرح اكثر من ثلاثين معظمهم اطفال في حارة خطيرة بالاضافة لتدمير اربع مدارس جزئيا بينها مدرسة جميل قباني بين حيي المشهد والانصاري جنوب حلب واكد ناشطون استشادة ثلاثة مدنيين واصابة اخرين بقصف جوي على حي باب النيراب فيما استشهد طفل واصيب اخرون في استهداف حي الشيخ خضر بصاروخ فراغي ادى الى دمار هائل في منازل وممتلكات المدنيين وبهدف زيادة اعداء الشهداء عمدت قوات الاسد على معاودة استهداف مواقع القصف في حي الانصاري بقذائف المدفعية وذلك بعد تجمع الاهالي لاسعاف الضحايا غير ان القصف المدفعي لم يوقع اي شهداء الامر الذي اجبر فرق الدفاع المدني في المدينة على دعوة الاهالي في المناطق المحررة بحلب لالتزام منازلهم والابتعاد عن التجمعات اثرة الصعيد قوات الاسد واستهدافها للتجمعات السكانية تجدر الاشارة الى ان هذه الهجمة الكبيرة على احياء مدينة حلب المحررة تأتي بعد الفتوى التي اصدرها مفتي الاسد احمد حسون والتي اباحت لقوات الاسد تدمير احياء حلب المحررة بهذا المقال مشاهدين الاكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة